يستخدم الكثير مننا خدمات التخزين السحابي أو الكلاود لتخزين الملفات المختلفة على شبكة الإنترنت إلا أن المخاوف بشأن أمن وسلامة هذه الملفات ومدى الخصوصية على هذه الخدمات دفع الكثير من الشركات إلى ابتكار مخترعات وأيضا أجهزة لتخزين هذه الملفات في أماكن أكثر خصوصية نتعرف اليوم على شركة مقرها في مدينة مانشستر الإنجليزية سنتعرف على التقنيات التي يستخدمونها أهلا شهباز تقومون في هذه الشركة بتطوير جهاز يقدم خدمات مشابهة للتخزين السحابي أو الكلاود ولكن بمقدار أكبر من الخصوصية كيف يمكن لهذا الجهاز أن يكون أفضل وأكثر خصوصية من الخدمات المعتادة؟ نحن نستخدم تقنية تشفير للقرص الصلب لتقديم خدمة مشابهة لخدمات كلاود نتيجة لسهولة استخدامها ولإمكانية الوصول للملفات سواء عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية وبغض النظر عن مكاننا نحن نوفر ذات المستوى من السهولة في الاستخدام إلى جانب تشفير هذه الأقراص لضمان أن يكون الأشخاص المستهدفين فقط قادرون على الدخول إلى هذه البيانات ولكن كيف يختلف هذا الجهاز عن الكمبيوتر الشخصي الذي يمكن أيضاً أن يستخدم لحفظ الملفات المختلفة ويمكن أن يستخدم كمكان للتخزين عن بعد؟ السبب وراء استخدام وج لقرص صلب يبقى في حوزة المستخدم هو إمكانية استخدامه في أي وقت ومن أي مكان إذا كنت تضع ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فستواجه مصاعب محتملة عند الدخول عليها من هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر اللوحي نحن نقوم بوضع الملفات في قرص صلب مركزي في منزلك أو مكتبك هذا سيتيح لك ولزملائك وأصدقائك وأي شخص تخوله سيتمكن من الدخول على هذه البيانات في أي وقت من النهار أو الليل ومن أي مكان في العالم كما تعلم الكمبيوترات الدفترية قد تنطفئ نتيجة لنفاذ البطارية أو انقطاع اتصالها بالإنترنت بينما يتميز وجه بالعمل المستمر والاتصال الدائم بالإنترنت ما يعني أن المحتوى دائما ما يكون متاحا الأمر لا يتعلق فقط بتخزين البيانات وتوافرها ولكنه يشمل أيضا خدمات البريد الألكتروني وغيرها من الخدمات التي يمكن إضافتها يعمل وجه في المنزل أو المكتب كخادم يقوم بتنفيذ عدة عمليات وخدمات لا ترغب أن تنطلق من كومبيوتر كالدفتري إذا كانت بياناتك مشفرة على كومبيوترك فإنك الوحيد الذي سيكون قادرا على الوصول إليها وإذا رغبت في مشاركتها مع الآخرين فإنك حتما ستقوم بفك التشفير قبل إرسالها إليهم بينما يوفر وجه تشفيرا دائما أنت تقوم بإرسال البيانات من وجه للآخرين عبر قناة مشفرة وهم يستقبلونها مشفرة أيضا أنتم تقومون بتطوير التطبيق الخاص بأجهزة الهواتف الذكية التي تتعامل مع هذا الجهاز ما السبب الذي دفعكم إلى تطوير هذا البرنامج بأنفسكم؟ وجدنا أنه لا يمكن أن نبلغ مستوى التشفير والأمن المرغوب فيه إلا عبر تطوير التطبيق الخاص بنا نتيجة لعدم توافر بدائل هذا مكننا من أن نتحكم بمستوى الأمن الذي نوفره في هذا التطبيق الذي يوضع على الهاتف الذكي نتيجة لكون عملية التشفير تشمل بداية ونهاية عملية الاتصال فإن برامج البريد الإلكتروني مثلا الموجودة على الهواتف الذكية لا تستطيع التعامل مع مستوى التشفير الموجود على هذا الجهاز إن البرنامج الذي قمنا بتطويره للعمل مع وجه يوفر للمستخدم انتقالا سلسا مع الحفاظ على مستوى الأمان قمتم بتصميم هذا الجهاز ليتمكن المستخدم من توسيع القدرة التخزينية في المستقبل إذا احتاج لذلك هل هناك متطلبات خاصة بتصميم هذا القرص الصلب أو أنه مشابه لذلك الذي يمكن شراءه من السوق لا يحتاج لتصميم خاص إن القرص الصلب المستخدم في وجه لا يختلف عن ذلك المتوافر في الأسواق هو مشابه للأقراص الصلبة التي توضع في الكمبيوترات الدفترية مثلا إذا احتجت أن توسع سعة التخزين من تيرابايت إلى ثلاثة أو أربعة تيرابايت في المستقبل فبإمكانك شراء أي قرص من السوق بماذا تختلف هذه الأجهزة عن خدمات التخزين السحابي المعتادة؟ أعتقد أن خدمات التخزين كلاود ضخمة وهناك عناصر ضعف وهناك فرص لمعالجة المخاوف الخاصة بأمن المعلومات حتى في حالة معالجة هذه المشكلات السؤال هو هل يمكن لنا أن نولي ثقتنا لهؤلاء مرة أخرى بعد كل ما حدث ويحدث حاليا؟ أعتقد شخصيا أن الثقة فقدت الأمر لا يتعلق بالملفات والصور ولكن الأمر يتعلق بكافة جوانب حياتنا الموجودة حاليا على الإنترنت ولكن شهباز قل لي بشكل مباشر كيف يمكن لهذا الجهاز أن يحمي ملفات المشتركين بشكل مختلف عن ذلك المتوفر في خدمات التخزين السحابي أو الكلاود؟ لأننا نعطي المستخدم السيطرة الكاملة على بياناته لأننا غير مطلعين على مفتاح فك التشفير كما لا نملك الحق في الإطلاع على بياناتك نحن نصر على أن تحتفظ أنت ببياناتك في جهاز ويج الخاص بك قمنا بإعادة السيطرة على البيانات إلى المستخدم ونحن لا ندخل على الأجهزة أو محتوياتها ونتيجة لكونها مشفرة فإننا لا نستقبل مفاتيح فك التشفير ولذلك لا نستطيع الإطلاع على البيانات لأنها مشفرة وأيضا لأننا لم نبني البنية التحتية لفتح بيانات الآخرين شكرا شهباز إذن كانت هذه إحدى الشركات التي تعمل على تطوير خدمة بديلة لخدمات التخزين السحابي شائعة الاستخدام حاليا بعد التحديات الأمنية التي ظهرت أخيرا وتم من خلالها نشر صور شخصية جدا لبعض المشاهير